موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن الآن في منطقة أكيازا تابعة منطقة أكشبات جينا نصور فلا مستقلة للبيع مساحة الأرض مبنية على 600 متر مربع ومساحة البناء 480 متر مربع الطريق الرئيسي لو نلاحظ هنا 10 متر تقليبا الطريق الرئيسي المؤدي إلى الفلا فلا أربعة دوار مزودة بكاميرات مراقبة فلا جديد الصفر متزكنت مدخل الفلا من هنا الحوش هذا تابع أيضا للفلا لدينا خوش الفلا المدخل نبدأ مع بعض الدور الأرضي أول ما نجد جهة الدور الأرضي هنا على اليسار عندنا غرف دورة مياه أولى الدور الأرضي هنا فيها ثلاث غرف لدينا الثلاث الثلاث ونجد جهة مطبخ ونجدنا هذه الصالة ما شاء الله صالة كبيرة ونجدنا الثلاث الثالث لدينا الثلاث الثلاث فنجدنا استخدامها كغرفة خدمات نشوف أطلالة الدور الأرضي لدينا بركونر في الدور الأرضي بركونر كبيرة هذه أطلالتها أطلالة رائعة جدا الفلا لها أرض تابعة لها عندنا المساحة هذه 600 متر مربع تابعة للأرض تابعة للفلا أيضا عندنا الدرجة هذه يطلع الدور الرئيسي للفلا المساحة هذه اللي كنا فيها مساحة الدور الأرضي نطلع مع بعض فوق مدخل الفيلة الرئيسي من هنا مدخل الفيلة الرئيسي من هنا نيجي هنا على طول على الدور الأول اللي كنا فيه قوجالة هالدور الأرضي هنا رح يكون دور الأدمية يتركب فيه الكلوزيت والمروش والمخسلة بالإضافة إلى ذلك عندنا الصالة مساحة الصالة حلو كبيرة عندنا هذه غرفة أيضا وهذه غرفة الثانية يعني عندنا غرفتين في الدور الثاني وصالة أو نقدر نقول غرفة وصالة مع المطبخ نطلع الدور اللي فوق نتركب في الدور الثالث أول ما نخش نركب دواليب مع شراته مارك الله هنا على اليمين هنا بلكونة صغيرة لالتها على الطبيعة من الخلف وعلى البحر أيضا ملكونة صغيرة عندنا جهة اليسار هنا دورة مياه تابعة للدور الثاني بعض الأمم بجور الدور الثاني هنا لدينا الصالة مساحة الصالة ماشاء الله كبيرة ماشاء الله تبارك الله هناك كرة ثقفية وملكونة كبيرة وشرحة ماشاء الله تبارك الله مزودة بالزجاجة المتحرك اطلالة الدور الثالث شوفوا ما شاء الله تبعك الله اطلالة على الطبيعة وعندنا وعلى البحر الموقع مميز جدا مقابل ملعب تربزنو سبور يعني المنطقة اسمها منطقة أكيازو وعندنا هنا منطقة يلزلي أكشبات يلزلي من هنا بلكونة مشتركة بين المطبخ وعندنا الصالة بلكونة مشتركة فنجمالا تفصيل كل دور تقريبا مشابه لبعث عندنا الصالة وغرفة صالة وغرفة ومطبخ فعندنا أربع دورات مية وثلاث مطابخ وثمانية غرفة وصالتين يعني عندنا ثمانية غرفة وصالتين كبيرة مع أربع دورة مية نأتي أخيرا هنا على الدور الرابع أول ما نصل إلى الدور الرابع هنا اليسار دورة مية مقابلها ومطبخ نقدر من البنسالة صغيرة هنا نضعها غرفة وفيه تراس أيضا كبير وهذا نطلالة رائعة أيضا من الدور الرابع وبدء وغرفة وغرفة وحيث وغرفة хороший جميلة وغرفة الأخير ثم غرفة وظter ودورة مية وفيه بلكون أيضا كبير وغرفة والدور الرابع ماشاء الله تبارك الله كبيرة وشرحة وطلالتها على البحر وعلى الطبيعة يعني الشيء جميل ماشاء الله تبارك الله الاطلالة هذه اطلالة مدى الحياة اطلالة بحر وعلى المدينة بنرامية وطلالة الطبيعة هذا الطريق الرئيسي اللي قلت لكم عليها 10 متر في بداية الفيديو الطريق المؤدي الى الفيلا عندنا ملعب تربزن السبور قداما هنا موقع مميز جدا وصلى الله وسلم مبارك على سيدنا محمد